شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد المالك على قيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوى بمضاعفة جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والمياه وتعزيز الاستقرار والسكينة العامة وتفعيل مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة بالمحافظة لأداء الدور والمهام المناطة بها جهد ذلك خلال لقائه بمحافظة شبوى عوض الوزير الذي قدم تقرير حول الوضع الخدمي والصحي والاقتصادي والأمن بمحافظة شبوى والجهود المبدولة من قيادة السلطة المحلية والتنفيذية في هذه الجوانب وتطرق اللقاء لسير العمر في مطار عتق بعد تدهينه الرسمي لاستقبال وتسير رحلات الإغاذة والتجارة وخطة استمرار تطوير البنية التحتية للمطار والالتزام بمتطلبات السلامة المهنية وضوابط المطارات الدولية واستمع الدكتور معين عبد الملك من محافظة شبوى إلى إحاطة حول مجمل المستجدات بمحافظة شبوى والجهود المركزية والمحلية لتوحيد الجهود وتكاملها للتعامل اتجاهها لافتان إلى ضرورة مواصلة الجهود للتنفيذ الإصلاحات الضرورية بما في ذلك تنشيط القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والاستفادة من المقاومات التي تمتلكها محافظة شبوى مؤكدا دعم الحكومة لجهود السلطة المحلية في مختلف الجوانب وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة شبوى اشتركوا في القناة